الجسد اللؤلؤ البحريني تقاليد الأسرة الملكية البريطانية وتأكيد على السمعة العالمية التي يحظى بها لؤلؤ البحرين اللؤلؤ البحريني الأصيل الذي شكل على مر الزمان جزءا هاما من حضارة مملكة البحرين وتاريخها العريق وحلقة وصل بين مملكة البحرين ودول العالم ومنها المملكة المتحدة وعلى رأسها الملكة الراحلة إلى زبث الثانية التي لم يكن خافيا أعجابها الشديد باللآلئ البحرينية الثمينة وترتبط مملكة البحرين وجلالة الملكة الراحلة بقصة حب فريدة من نوعها سمعها ورآها العالم بأسره والتي سطرها حب جلالتها لللؤلؤ البحريني الأصيل وحرصها على ارتدائه في أهم المناسبات والاحتفالات الرسمية والعائلية من خلال العقد والأقراط اللؤلؤية الناعمة والتي تحمل عديد المعاني العميقة في قلب الملكة إلى زبث حيث أن أقراط اللؤلؤ هي هدية قدمت عام 1947 من حاكم البحرين أنذاك المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد الخليفة للملكة إلى زبث بمناسبة زواجها من الأمير الراحل فلب وكانت عبارة عن سبع لآلئة بحرينية حولت منها اثنتان إلى قرطين ارتدتهما لأول مرة عام 1952 أثناء جولة لها في كندا من ثم تزينت بهما وعائلتها في العديد من المناسبات ليتعمق بذلك حبها الكبير للؤلؤ البحرين على مدار 96 عاما من حياتها تألقت الملكة الراحلة إلى زبث الثانية بمجموعة كبيرة من المجوهرات بحرينية المنشأ حيث تمتلك مجموعة رائعة منها ونادرا ما تلتقطها عدسات الكاميرا دون قلادات اللؤلؤ ذات الحبال الثلاثة اللؤلؤ البحريني الذي لطالما كان محط إعجاب الملكة الراحلة وأفراد عائلتها المالكة عزز من مشاعر العلاقات التاريخية بين البحرين وبريطانيا والتي تزداد رسوخا يوما بعد آخر